هل الضوء وزن أو كتلة؟ قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال بسيطة وبديهية وأن الضوء ليس لديه كتلة أو وزن ولكن تنبع هذه الفكرة من استحالة أو صعوبة قياس وزن أو كتلة الضوء ولكن إذا خذنا عميقاً في هذا السؤال سنصل إلى إجابة مختلفة أو نتيجة مختلفة ولكي نصل إلى هذه النتيجة علينا أن نذكر بضعة مفاهيم فيزيائية أولاً لا يجب الخلط بين كتلة الجسم ووزنه فكتلة الجسم فيزيائياً تمثل كمية المادة التي تشكل هذا الجسم والتي تقاس بالكيلو جرام بينما وزن الجسم هي قوة الجذب التي تحدث بين هذا الجسم وجسم آخر وتقاس هذه القوة بين نيوتون وشرط هذه القوة وجود كتلتين للجسمين نأخذ مثالاً بسيطاً على فكرة الوزن والكتلة نحن على الأرض وزننا على الأرض يمثل مقدار القوة التي تقوم بها الأرض على جسمنا وهنا الشرط موجود فللأرض كتلة ولجسمنا كتلة وإذا عدنا إلى الضوء نحن نعرف أن الضوء يتألف من جزيئات تسمى فوتونات أو أنه يتألف من موجات كهرومغناطسية طبعاً هناك بحث طويل عن طبيعة الضوء ولكن في كل الحالات الضوء يمشي به سرعة معينة لا يوجد له كتلة صحيح ولكنه يمشي وبما أنه يمشي إذن لديه طاقة أي شيء يمشي يكون يمتلك طاقة معينة وبحسب نظرية أينشتاين فالطاقة والكتلة هما وجهان لنفس الشيء أي أن الطاقة هي كتلة متحولة والكتلة هي طاقة متحولة إذن هناك حسب أينشتاين تكافؤ بين الكتلة والوزن أي مرة أخرى عندما نقول كتلة فكأننا نقول وزن وهناك مهادلة مشهور بها ولكن الهدف من استثقار هذا الشيء أن نحفظ أن أي شيء يمشي يمكن أن نوسله بكتلة تقاص بالكيلو جرام إذن للضوء كتلة وإن كان لديه كتلة فعند مروره بجانب أي جسم لديه كتلة أيضا سيخضع لعملية جاذب وعملية الجاذب كما سبق وقلنا عملية الجاذب تسمى الجاذبية أي الوزن وما يؤكد هذا الأمر هو أن الضوء ينحني عند مروره بالكواكب الكبيرة جدا وهذا ما يفسر أيضا وجود السقوب السوداء في الفضاء لأن هذه السقوب تتمتع بكتلة كبيرة جدا إذن تستطيع أن تخلق قوة كبيرة على الضوء الذي لديه كتلة وتجذبه دون أن ينعكس أي أنها تمنعه من الإنعكاس أي تمتصه لذلك تبدو كأنها أو تبدو سوداء إذن النتيجة النهائية أن الضوء كتلة ولكنها مخفية نوعا ما ولكن هناك ملاحظة صغيرة على الضوء أنه لديه كتلة طالما أنه يمشي ولكنه لو تباطأ كثيرا ستنخفض هذه الكتلة وبالتالي سينخفض وزنه أيضا ترجمة نانسي قنقر